أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 إذن ما أحببكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحتج نحن أولادنا تحتج نحن حصة أردناها بسيطة لماذا؟ لأن الأولياء عندهم بعض التساؤلات التساؤلات بالمرات بسيطة والأجوبة تكون عبسطة ولكن وين يسيبوا هذه الأجوبة؟ نحن حبينا من خلال هذه الحصة مع أخي سائيين نجاوبكم على بعض التساؤلات نتاعكم اليوم لدينا موضوع مهم هو الحساسية الغذائية سليزاليغجي أليمانتير يعني بالمرات أولادك عنده يناليغجي ما يحملش هذا الأكل وما يحملش هذا النوع من الأكل الكامل كيف تتعامل مع هذا الشيء؟ اليوم جبنا أخي سائين لنجاوبوا على هذه التساؤلات اليوم يرفقني الدكتورة الأخي سائية في طب الأطفال سيدة شفعي ساميرة مرحبا بك مرحبا بك مدام شرفتينها مدام شرفتينها مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك معي كذلك الأستاذة تفاحي هنية مختصة في علم النفس شرفتينها مدام شرفتينها تفضلي تفضلي مدام شرفتينها الله يخليك وكذلك ترفقني الأستاذة المربية جلالي علجية 17 سنة في التربية والتعليم تفضلي مدام شرفتينها شرفتينها ومعنا اليوم تجربة حية سيد غادير مصطفى مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تفضل تفضل ترفنا ترفنا تفضل مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك وفي كل حسان استدفوا طفل ولا طفلة يجيدي الواجبات المدرسية تتعوا في هذا كل مكتب الجميل اللي وجدناه اليوم معنا صهيب تعالى هلوا حوليدي مش رك صهيب لا باس هتم ليح ايه شرفت عمرك صهيب تسع سنوات الله يبارك في اي سنة تدو الصحيب دور الكاميرا وتكلمها في اي سنة السنة الثالثة اتدائي ثالثة اتدائي شاطر انت في دراسة نعم شاطر بزاف ايش حاجبت المؤدن 100.17 اوه شاطر 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 بابو برابو وليدي فلي في الواجبات المدرسية منظم وقتك وقت اللاعب وحده وقت واجبات وحدها كيفاش منظم وقتك منظم مبلو مهم كي وقت اللاعب اللاعب ووقت دراسة 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 والاولياء تاعك يقولك راح تقراوك مال يراقبوك يشوفوك شذرت وش مدرج يراقبوك شميل يراقبوك يراقبوك جميل 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 اذا صحيبو لدي وروح ادي الواجبات تاعك في هذا كل مكتب الجميل اللي خليناه لك يشاطر انتم يا اطفال هذا هو الوقت اللي درو فيه الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحو شكرا مرحبا بكم في هذا العدد الجديد في هذا العدد الجديد من حساتكم ولادنا تحت جنحنا كما قلنا مقبلة الخاص بالحساسية الغذائية اذا سيلا زالي غجي اليمنتير الاولياء بالمراض يتسألوا انا وليدي كلا هذيك الحاجة ونا دولوا شلافة وليدي كلا هذيك الحاجة ومرض كلا يحبوا يتسألوا يا هل ترى هذه الحساسية الغذائية هذي كيفاش تكون كيفاش نعرفوها ما هما الأعراض انتحة وكامل ماذا بينا اليوم مع اخي سعين بسطوركم قا هذي الأفكار هذي اللي رم عندكم ماذا بيا سيدة شافعي ساميرا اخي سعين في طيب الاطفال ماذا بيا ببساطة ببساطة الامهات والأباء لم يشوفوا فينا وكامل وش هما هذي اللي هذي اللي جي المنترح الحساسية الغذائية وكيفاش تكون واسكو كي تكون تداوى ولم تداوى شوي هال تراجي في أي سن جي ممكن وحد ميكوش عنده حساسية وماد فجأة ولي عنده حساسية حبينك لو كان تفهمينا هذي الحساسية الغذائية وش هي شكرا لك نشكركو على الاستدافة مرحبا بك مدر مرحبا بك دونك الزالرجي المنتر ستون ارجانس دونك حالة استعجالية اللي نشوفوها براتيكما في كل يوم ولا في كل كندر مناوبات نشوفوها طولة دونك ستا موتيف تري فريقا يعني كتكتيرا في الوقت لتعنا هي عبارة عن يعني كيمقلو حساسية الجسم لتعنا دونك ما يتحملش هذي الحاجة اللي كلينها كيف يشتصرى سيك بايزوم بكين في الحالة العادية الجسم تاعنا يغييكشن تاعه ايمينيتا تاع المناعة كيتكون حاجة اترانجر الجسم يدخل الجسم تاعنا الجسم راح يحمي نفسه بالمناعة بان يتكون على نيفو كما قلوه عادي في الحساسية الطفل الذي يكون لديه الحساسية الجسم يقوم بطريقة كبيرة كي تتعامل حساسية لذلك يتعامل هذا النوع من الحساسية كما نقل نقول أن ياترجان الحاجة التي قدناها قد قد خارج الجسم دخلت لذلك الجسم يقوم بطريقة كبيرة لكي يتم إحاقصة وعليش؟ كما يقولون عوامل ويراتية لأن العائلات لديهم حساسية لهذه المادة لهذه الدواء في الغذاء دكتورة وشما المواد في الغذاء اللي فريقونت لديهم ألرغي أولاً؟ أولاً برقبت لكيشن أعراض الحساسية أطفال يأخذ البروديو الألرغي بعد يدهروا في الجسم إنتهاروا تتحون من الطبيب تتحون من الطبيب حمورة كما تتحدثون تنظروا تتحدثون حمورة تنتظروا حساسية الغذائية الغذائية من الطبيب مع البلاك في الغذاء بعد أن تذهب بعد أن تذهب تتبع بطبيب تتبع بطبيب والماء ربما فإنهم لأدنسان لأدنسان إذا كانت لست تعطيب سروع لأدنسان فهذه النحاكية تستطيع للمسأل جدا ولكن لأدنسان وبالأدنسان سطران لأدنسان لأن ي fasciner عندما يستمرني عندما يعفف وعندما يستمر في العناج وإنما يستمر من داخل عندما يستمر في العظيم وعندما يأتي لذلك عندما يستمر ادنسان هذا الشرق بسك التنفس ميكونش بوسيب. يعني يقدر شي تنفس. دونيجان راسبيراتور ويقدر بعيد شر طفل يلبس. دونك شفنا عندو اخداء اي حاجة من بعد شفنا في الجسم التاع اي عراض غير عادية. لازم تاخدو عند الطابب. يا وليلي في النهار أو لنبه ولا موقع. لازم لازم لازم. والآليماء اللي يعني الديرو الحاساسية. الكين يعني الملفكة. طرال فواكه، النصبحت تبلي نواس ما يعني. ياليوسي الفروي الفروي اكزوتيك. كما الكيوي كما هادو. الكام لافرسة، الفرويزه اليتري جيب وانتلال الالرجي لفروسة اللي ولادهم يعني لالرجي لافرست هنواركونا. على الأقل يعطوهم فوقيه أرخص فيها كيوي مينابش كيين سرطان يندهم الألرجي أو بانان يسرطان كيون الألرجي صدير لفروي العادي لابش يعني ممكن أي فاكهة عادي ومام لفروي لفروي المار aussi سادون لالرجة لفروي المار يعني فوقيه البحر معروف كل واحد ووش ما يحمل كين نوع واحد من الحساسية لنجو عند البابي لنوريسان سي لالرجة وبروتين دو ليدو وش يعني لطفال يردع الحليب لبوات لببران دوك هذا يحمل شدك لنوع الحليب بزاف فدي شفنا عند مرضيعة يقول كان ولدي كان لببران ما يحمل كان ولدي كان يردع عندي كان بيان بيان إذا دخلت لببران ولا يردو ما يشربوش ولا يسهل برامع في الفوم يولي هنا دي بلاك تطو مورا يردد دي بلاك هذه c'est une allergie دك qui est fréquente mais الحمد لا elle n'est pas sage هذه تروح مع الوقت يعني الغلبية على ردع يلحقوا العام عام ونص ومك سوف دي كان exception للي سا persiste دك دك أنا بعد نعود نرجع لك دك باش نطمنوا الأولياء ونحضروا عالجيك كيفاش تدوا كيفاش نسكو تبرا ولم تبرا شو كامل تدبيا مدام نتكرموها الأطفال وكامل حبي نتكرم على المدرسة أستاذة العلجية جلالي يا هل ترى المنظومة التربوية عندها تدبير من هذا النوع هذا لأنه الحساسية موجودة عند الأطفال وكامل هل المربيين عندهم دراية بهذا شي وهل أولياء يساعدوكم كذلك في هذا شي ويخبروكم باللي أنا أوليدي عنده ألرجية هذا ألرجية بالمرة المعلمة تجيب لهم حاجات حابة مدهدية الأطفال يأكلوها هل عندها دراية هل تسأل هل قادرة تكون ألرجية أي شي يعني والمربي نطلبوه دائما بحاجة كبيرة يعني المربي لازم يكون في القمة هل هناك تدابير أنتما كمربيين من هذه ناحية الحساسية الغداحية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة الأخي مرحبا بك مدهدية في الحقيقة ما كيش حاجة كبيرة في المدرسة لكن كما قلنا في الحساس المقبل دائما الأساس إذا يسعاو يسعاو بش يخلقوا ذاك الجو الهادي اللي قدوا ندلوا المسار بتاعنا الدراسي من هذا السعيد بتاعنا الجهود لازم نعرف هذا الأطفال هذا التلاميذ هذو هل عندهم حالة خاصة عندهم حساسية مثل وشان تكلموا الموضوع تالي يوم وحنا نحسو نشوف ذراري اللحظة على ذراري كذا كانت عندهم حساسية في طفح في الجلد أو أي شيء من هذا القابل نتصلوا بالأولياء هم يقولون إذا كانت حساسية إذا كانت حاجة عادية إذا كانت حاجة عارضة يعني يكن أعلمهم نعم وثان نعلموهم أيضا الحساسية اللي نعلمو نحن عدنا في البرامج في البرنامج ندرسهم في تربية مدنية عدنا الحساسية الأمرض اللي يصاب بها التنميذ كيف الوقاية منها نعلموهم نقطة مليحة يعني جات في البرنامج الادة البرمسيون الانهاية مدة مهم الفطنة الكياسة يجي يشري كأش حاجة التلميذ لازم يشوف مدة صلاحية أيضا لأن هذه أيضا متأدي دايما عندهم ملقوتي هذك ويشري مع العبالو يشري يشري أي حاجة كرواصة ويجيبها باش تشري دايما التلميذ لأن الموحنا في المدرسة يكون فاطن لازم تكون على باية كل حاجة وش أقدر فيها لازم أول حاجة وش قرنها مدة صلاحية يرح يشب مدة صلاحية تلميذ أو شعط دايما التفال الصغير في الإبتداء يشوف هذا الأمور ممكن لو كان يتجاهلها وتكون فاتت مدة صلاحية ولا شراها وخبها عنده لمدة معينة بعد جبنها كلها إذا نازم يكون الطيفل أو التلميذ نعلمه كيف يشيقي نفسه من هذه الأعراض هذه ممكن تبدي إلى مدرسة يعني أنتم من خلال 17 سنة في سلك التعليم وكامل أمر صروا لكم حالات هكذا وين تنيج حالات نحن في المدرسة مصر وينش في الحقيقة ولو أنه عندنا الإطعام المدرسي وكامل لكن كان حراسة كان أمور يعني هبالك حتى في الإطعام يبتعدوا عن الزليم هدو معروفين الأولياء يكون على بالهم في الأولياء يوصوهم يوصوهم يقولهم يتاكلش قوتي هذا ما تديش هذه طفل يجي تعطيله يقولك أستاذ أنا مناكوش لاحظش هذه ما تجيش ألي يعني طفل بالمرة ساحبوه يجيبين بردو شوكولات وينتبادلوا بعضهم بعض هذا هو المشكل والطفل يتشاهى يتشاهى يقول لك شوية أثر ما تأثر شا عليه دايما عندنا الأولياء يتصلوا بنا يقولون باللي ما تعتطل لش هذه الحاجة زعم ما تنشيش مع الجسم التاع ودلوا دي كمplication وإلى غير ذلك جميل جميل شكرا 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 جلالي على الجي سيدة هنيات فحيم مرحبا بك أخي سعي نفسانية مش سهل أنه الولي الأمر هكذا يعرف باللي وليد عنده ينا طوليرانس ولا ينا اليرجيل أنا لما هكذا ولا إحنا ولدنا تنمو ونحبوهم أي شي يقول 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 يريدك ألرجيك لذلك الحاجة رايح ما تقبلهاش يعني رايح تقول علاش أنا أوليدي اسمام مشكلة مرخين تقول تسكسيف طبيب دكتور هذي حاجة عادية ولا مرض ولا حاجة ولا ما دابنا نتركوها من جانب النفساني يعني تع الولدين والجانب النفساني تع الطفل أنه مثلا يعني حاجة ما تقول هذي منو عالي وعنا نعرف باللي التفري تقول هذي منو عالي يعني رايح مباشرة يدخل يقول لك أنا بلك مختلف على الأطفال الأخرين بلك منش كمار أخرين منش ما دابنا تكرمين على الجرم النفس هذي الأولياء والأطفال هذا نعم شكرا أستاذ يزيد على هذه الاستضافة والله يعني هنا عادة ما يجيون أمهات بأن أطفالهم عندهم هذه المشاكل والكثرة الكثرة أطفال عندهم المالادي سيلياك أنا هنا لقيت صعوبة من هذه الأطفال مثلا يقول لك أنا ما ناكوش هذي لاليرجي أنا ما ناكوش هذي شو ما نشير حاجة واحدة ما ناكوش حوائج بزاف يديرو لاليرجي نقول مثلا أسكو تاكل بتخبية على ماما يقول لي إيه سيبو صار ناكوش بتخبية على ماما ومبعد كين امرض فيق ماما بلي كليت بتخبية هنا نلقاو صعوبة التكفل وعلاش الطفل يكون فيه عمره خمس سنوات ست سبع سنوات يقول لك إيه هندي بصح ما يديرش نعود ونقول هذي نفس يتشهى نعود نقول هنا إلى علاقة الطفل مع الأم والأم كيف تدرب الطفل على أشياء لازم تفهموا بلي هذا مضر للصحة كما فضلت الأستاذ هذو قد يكون يقين ويكون فاطين يفهم معلش ومعليش ومعلي يتعود أنه ما ياخدش هذيك الأشياء مثلا كان عندي أطفال يجوني للفحص النفسي مثلا بسبب تحسيل دراسي ناقص أو إلى غير ذلك أنا كين بدأ ندير الفحص النفسي نلحق للأمراض نقول لأشكور مريض في داركم بابا كل ماما يقول هنا عندي حساسية ما نكوش لا فخاز يعني عنده نسأله على النوم على الأكل اضطرابات باش نعرفه مباشرة يدخل يقول أنا ما نكوش لا فخاز أنا معجون المشماش ونقول له وعليش يقول لي باسكو واحد المرة دال للألغجي ويزيد يقول لي حاجة ويقول عندي دايما بولاغامين في الدار قلت بولاغامين هادا وشنو قال هادا لازم غير جيني غير لو كان جيني نشربوه باش مطلع لحساسية وكين نشوف الأهل كتجربة خاصة صرت لي مع البنت الكبرى تاعي أنا الآن 15 سنة خضت لبتي سويس ماشينا اللي عطيته لها كانت هادا في عمرها دو موائي دمي أعطت لها مابلس ومدت لبنتها وبنتي في نفس الوقت ومن نفس البو واحد مدت لها منه بنتي حاولي عشر دقائق ولا تكامل حمراء وتنفخت رحت مباشرة خضيتها ما خضيتش على المستشفى أنا ما عرفت مابلس اللي لازم لي مستشفى خضيتها مباشرة على العيادة خاصة غير شافتها درت لها الإجراءات الأولية وقالت اللي لازم تديها المستشفى دينا مستشفى بنيم السوس لحقت زي تنفخت مرتين وليت كين بسلقها هاي بسا مكاش تحرك صرا لها تصلب كل حقنا انتم ما أخذوها تحت المراقبة لمدة بتنا أنوي لمدة ليلة وبعد ما فهمت باللي لا لغجي يعني وكان نقول أنا بأكزب رحت مباشرة للعيادة أنا نقول رحت مباشرة للمستشفى باش نربحوا الوقت بضل لأنه هذا كل الوقت هي عبارة عن تغيرات فيزيولوجية هرمونية ما نعرفوش واشي يصر وحالة الأم في هذه اللحظة يعني كلها رعب وتأثر كثير بكثير جميل 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 يا مني الله في كل الأولياء عنهم دراية وكامل نعم وهي أنا نظر للنفسية تعلو والدين هي أول حالة نعم نعم أن الطفل ما يحسش في هذه كرة الطفل الشيء اللي يضر الطفل هو أنه تقول له ممنوع بضب بضب كين تدخلو في الممنوعات فقط ولكن الأم والأب شكرا يعني شوف ولده هكذا يتغير يتسلب قدام خاصة الأب والي يكون بزاف قاتل لأولاده تقول له مثلا لأمرت وما جبت ألا فخيز يقول لهم كي لا يأكلو هذا لا يأكلوه كامل يعني صعب صعب أنك صعب أنك تدخل لدار حاجة وواحد عنده حساسية يقول بلدك يتشاه بلدك يقول لك أنت هنا من هذه المشكلة لا يأكل هذا لدار وخرا زي يعاقب الأخرين معلش 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 سيد غادير مصطفى مرحبا بك مرحبا بك تجربة حية شكرا شكرا ربي طول عمرك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تجربة تجربة في هذا المجال هذا الفضل تجربة كنت في عمر تسع سنوات كنت لأفرز كنت تانيكة لأفرز كنت أحبا بك من أفرز ومالحش وصالات بعد كانت أخذنا قد وانا قد تخرج في الفراش وخرج لأفرز لحنا كاملا لأفرز كاملا كاملا بعد فاطنت الوالدة التاعي كانت ما زالت بعد وكانت حساسية ومالحش يعني ما لحقوك في الوقت يعني دوب في الوقت في المستشفى. وبعد دبوك في المستشفى. وبعد وليت لفرز من هذا النهار. من هذا كل يوم. ولكن من بعد 9 سنوات وانت ما تكونش هذا البرودوي ممكن يكون الفرغ ولا أي شيء. هل هل تحس برحك بل عندك نقص عندك حاجة؟ تقبلتها؟ نعم نورمال تقبلتها عادي. تقبلتها عادي. تقبلتها بصحة. ولكن المشكلة لديك حساسية الفراولة. لأن المشتقات الفراولة لا تأكلها الكونفيتور أو الياورت بالفراولة. هذا هو المشكلة. هل يجب أن تأكلها؟ لا يجب أن تأكلها. لكن هل هناك أخرى يجب أن تأكلها؟ هل يجب أن تأكلها؟ لا. أكبر أصابتها. أصابتها فراولة. أصابتها. 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 هذا اختار يعني. قاعد تفضل واحد نص ساعة وتوليت معلومات. هذه الحمدلله انك سلكتوريك ان دكتوران بعد رح تكلمنا انا اجاب لي يا ربي بالله في هاد الحالات هادو لازم المستشفى يعني خاصة خاصة اطفال ما لازمش الانسان يجازف بحياة ولدو لازم يتوجه المستشفى. دكتوران مدابية توضيح بسيط فقط هاد الحساسية هذي. اسكو تدوى حبيت نعرف اسكو الناس اللي عندهم حساسية هل هناك يعني طرق باش تدوى هاد الحساسية وهاد الحساسية يعني مثلا على سابوش فهمت ممكن انك في عمرك اربع سنين ولا خمسة سنين ركتاكل ما دماء مثلا الفراولة ولا الموز ولا اي حاجة ركتاكل ما عندكش حساسية ولكن ممكن خمسة سنين من بعد جيك حساسية. هذي اللي حبيت نوضحها انا سمعت بها دك مدابية اكدي هنا اذا كان هدي الحساسية وكيفاش يعني باش الاولياء نطمنهم هل تدوى هل كيفاش يتعاملوا معها يعني. شكرا لك الحساسية يعني الدواء تعالي أرجنس كاين لك انفا واحد طفل يجيه للحساسية ناخدوه للمستشفى يديرو له ينجكشون لديكزار ويحطوه تحت المراقبة حتى ينقصوا كامل اللي سين وكي بي يكون يعني منح ساعة ساعتين على حسب الحالة ديالو. يكون طفل منح ما كان يعرد هذو كل اتاش كامل يعني بدأوا ينقصوا. يروحوا. ولا ما تكونوا طفل بيان كيما قلوا ليتا ايمو ديناميك لكل شي منح. نقدرون يعني نخلوه اللي بغ لانفهم على الباران يعني ونا طولو تخيط ما داني شارع بيشربو خمس ايام حتى السبع ايام. بشيرو حكام الاعراض. بشيرو حكام الاعراض روح ديك لاسنسيبليزاتي. داكو. مي حبيتنا جانتر فين بور كيك شوز برك. كي قال عاو تخدال الافخاز ايام اتر فوا. لازم نعرفه في الجسم بتاعنا كين خالايا. انا سابقا ديلا فوسيتي ميموار. داخلين في الجهاز تعل مناعة وميموار. هما اللي يحتفطوا بالداكيرا. تاي اي حاجة تدخل الجسم بتاعنا. داكو. 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 يفطنوا يحاولوا يديروا الرياكشون الرياكشون يقول لك طبيب لا تأخذ هذا الحاجة النهائية لا تأخذ كما قد مقبلة كاين لالرجي تعل بروتين دوليدفاج كي ترانزيطوار هذيك باسك المناعة مع الوقت تروح تنقص 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 يعني الرضيع كي أخذ هذا الحليب الاصطناعي نحوله كامل حليب المخدم بالحليب تعلاليدفاج وكامل المخدمين بالحليب كما البتسويس الفخوماج البسكوات المخدمين توسكي حاج اللي فيها الحليب منو على الرضيع نخلوهم مدد زمانية حتى يروحو كامل لا يوجد حاجة جسكا انو وله دوح أكتما في دي تست باش نشوفوا الاكن نيغاتف كي ولي نيغاتف كامل في الدم تاو التمان ديروا دي تست في لحبيل الدراضيع يدخو المستشفى معالؤم ديالو ندرو لد تست دي quantités دي غوة تعال حليب ونشوفو الاي دي لا رياكشون دكتباً دكتباً ومعطانا على سباح تلما ساء تحت الرعاية ومجدو كما قلن بلاتو ديهجنس قدمنا وقدر ريكشن غرب. لأنه يكون ريكشن غفيفة لكن la deuxième ريكشن تكون كبيرة وإنطنس. لذا. لذا. لقدر تكون خاطيرا. كما قلن بم ديهجنك. لذلك يكون موجود يسونا. حسنًا تنفس. لذا نجدو أم بلاتو ديهجنس لتضيف المالد. سيكون تحتاج إلى قدم جيدًا لتضعنا جيدًا فإذا كان يتحرك محاولة هو محاولة بشيئًا إنامه يتحرك في المحاولة ببعض الليل ويمكن هذا الناس يملك أمبوبران وغواب لا إذا كنت تتحرك لتحرك وحسب البقاء وهذا هو العلاج للمدارس يجب أن يردو برهم في المدارس ومن ثم يجب أن يعرفون أن هذا المدارس لا يتنوره ويخبرون المدرسة ويجب أن يكون لديهم دراية أنا في بعض المدارس في الدول الأجنبية وكامل كنت تدخل السوكريتاريا للمكتب المدير والأمان وكامل تسيب صور صور تاعة الطفل وتشوف الألرجية دياله مكتوبين مكتوبين يعني باش مباشرة يجيبوهم كليز يعرفو يعرفو وكين ما مشفت بالمرات ما نشعرفو ما عندهم قوانين عندهم ما من الجكشيون إي بي بان هذيك حتى تنهات ما يعني عندهم تكوين وكامل لأنهم يخافوا بالك من هذه الحساسيات كما قلت يا دكتورة الحساسية قادرة تكون فتال يعني قادرة تفل تعنا ولا قادرة عندهم مشكلة نفسي ولا حاجة كما قلت ممكن بعد شر يعني يتوفى يعني قادرة تصرى في أي وقت يقدر تفل بعقزان عندهم حساسية هذه المادة واخدها الصباح قبل ما يروح الليكل ويطان يوصل لتخلق اسمي ديالور صلى الله ريكسيون سيبدأ للا ريكسيون تدهار دونك يلازم للانتوراج كامل لازم تلك مم كي روح عند العائلة يروح ان واقانس في الصيف ولا ان كولوني ولا يفو دير خاصة خاصة مليح كي تكلمتين على كولوني وعلى رحالات وكامل يروحوا يخرجوا يتو عندنا احنا زيارات عائلية في واقانس نروحوا يروح يقعد عند جدا يروح يقعد عند يعني يعني عند يعني عند تلاتياتياتياتياتياتية ويقولهم بكل يدي لا يحمل ش هاد المادة ولا يجب عليها ويكون لن تضع يمكن بالتحقق وبينسر ولو التفال لا يتساعد شكرا 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 الدكتورة شكرا لك اذا الحساسياء الغذائية الدواء هو أنك لما تدير الأزمة الأولى يجب تروض لكم يا أولياء ولكن هذه المادة لا يجب أن تناولها هذا هو يعني أحسن علاج وخاصة يا أولياء لازم تخبروا تخبروا المعلم أو المعلمة المدرسة إذا كانوا وليدكم عنده رحلة كورونية أو رحلة مدرسية أو لا لازم تخبروهم بلي وليدك عنده هذيك الحساسية باش نقيوا ولدنا من هاد الأقطار هذي ولدكم اللي هم وولدنا رغم تحتجنا إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجناحنا بوان كوم ولا ولادنا تحتجناحنا صفحة الفيسبوك سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكده إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان